السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معنا في شوة جديدة مشيوات أم شمس كانت بنا دائما تكونوا في أحسن حال وفي تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله غنقدرح لكم حليوة سهلة مهلة طريقة لي جد مبسطة بدون فرن بدون عذاب طريقة لي بسيطة جدا هات الحليوة هذه فهي معروفة عند الناس دي الشمال المغرب فكي حضروها الأعراس والمناسبات الكبيرة والصغيرة فكذلك غنحضرها لكم طريقة لي جد مبسطة فما تنسوش دائما دعمكم لينا بلايك أو لا إعجاب للفيديو كذلك تعليقكم الرائعة وبلما نطول عليكم شو نشوفوا المقادير طريقة التحضير الحليوة دينات اليوم فبالنسبة المقادير اللي غاتين نحتاجوا عندنا ميتين جرام ديال الكوكاو أو للفول السوداني أنا هنا اختاريت الكوكاو والرقيق أو للبلدي بطبيعة الحلم سحناه جيدا ونقيناه ودخلناه للفران حتى تحمر مدة ما بين 10 حتى 15 دقيقة مع التقليب المستمر كما غتشوفوا معي كيتنقى بسرعة وفيه لون دهبي رائع فما تخليوش يتحرق باش ما يعطيكم شمرورة في الحلوة هنحتاجوا منه ميتين جرام ديال الفول السوداني أو الكوكاو عندنا ميتة جرام ديال بيسكوي لي كيكون سك يعني بيسكوي جاف أي بيسكوي بغيتو أنا هنا استعملت بيسكوي ماريا كيكون نقص شوية في الحلوة فكنتحنوه جيدا على هات الشكل وكذلك غاتين نحتاج الميتين وخمسين جرام اللي هي ربعة ديال الشوكولاتة بيضاء أنا هنا استعملت النوعية العادية وكذلك قبيصة الملح بالنسبة للطريقة أول حاجة غن ناخدو الطحانة ديالنا وهدي نبدو نعملو فيها الكيمية ديال ديال هاد الفول السوداني أو الكوكاو ونتحنوه جيدا كيما اشتو فأنا طحنتوه بالقشرة دياله ما وزولت ليش القشرة أن هاد البلدي القشرة دياله صراحة كيجي بنين بيها فما زولتهاش كان طحنوه حتى كيولي بهات الشكل يعني كيتعلك وكيولي خفيف يعني سائل نوعا ما هنتو ما كيما غاتشوفوا معايا هدي نزولو من هاد طحانة دائما نصيحة بالنسبة للطحانة فما تعملوش كيمية كبيرة في الطحن فعملو كيمية صغر باش طحانة كتاخد رحتها في الطحين وما كتسخنش كديني على اسئيلة بزاف على الطحانات فرا ما بقيتش بالماركة كبيرة او لا او لا معروفة فبقتي فقط طريقة الاستعمال نحاولو نكونو عقلانيين في طريقة الاستعمال كيما اشتو فكان طحن جيدا هاد الكوكا وهذا بحال هاد الشكل وكنزولو كيولي هكا سائل نوعا ما كيما قلت لكم يعني كان طحنو جيدا وهنا غادي ندوب هاد الشوكولاتة بيضاء في حمام مائي على جنب وغادي نضيف كذلك على الكوكاو دينا نكهة دي القهوة انا هنا ضفتنك هاد القهوة ممكن تضيفونك هاد الكارامل كتبقى لكم لاختيار كيف ممكن انكم تضيفوا الفانيلا فقط ما تضيفوش هاد النكهات بالنسبة للناس لي ما كيبغيوهمش غادي نضيف كذلك البودرة ديال البيسكوي عليها وبالنسبة للشوكولاتة فها هي دابت كيما اشتوف انا كندوبها كنخليفها دائما طريفات اللي كندوب اللي كنكملت دوابان ديالهم خارج الحمام المائي بس شوكولاتة ديالنا ما كتجمدش بسرعة يعني كتبقى مدة طويلة وخلبرت كتبقى مدة طويلة وهي هاكا سائلة كان هناك نخلط هاد الخالط هاد اللي عملنا ديال البيسكوي وكذلك نكهة القهوة و اا الكوكاو هادي نضيف عليه الكيميا كاملة ديالشوكولاتة وغادي نحاول نحرك الخالط جيدا حتى كنتحصل على الخالط ديال الحلوة ديالنا هنا ممكن انا في الاول احطيت لكم الملح فكيبقى على حسب الضوق فالملحة ضوقوا البيسكوي ديالكم فاحتطو لكم باش ما نسويش في الوصفة هناك كما اشتم بعد ما خلط جيدا العناصر عندي كانت تحصل على خالط اللي كيكون هاكا تقيل وكيكون شابيه بحل عامل البخالينة مباشرة كنجيبو لي مول ديال السيليكون اللي كيبقى على حسب الرغبة انا هنا اختاريت لكم هاد المول هادا لي هو اس اف مية وخمسة وسبعين وغادي هو فاش نحط الحلوة ديالي فممكن تعملو اي مول سيليكون بغيتو فا يعني كيبقى لكم على حسب الاختيار وكيف ما قلت لكم فهاد الحلوة فحاولوا تختاروا دائما بسكوي لي ما يكونش حلو بزاف لان كما اشتوا معي فها كيميا مهمة ديالشوكولا فحاولوا تختاروا بسكوي بحال هاد ماريا او كيني بسكويات بزاف لي كيكونوا نقص شوية في نسبة السكر فمن الاحسن هو لي تستعملوا باش ما تجيكم مش حلوة فهاد طريقة وهاد المقادر اللي اعتدتكم فرا كتجي حلوة رائعة او كتدوب في الفم وما كتجيش ابدا حلوة بزاف فغادي مدا نضيف قياس هكا فهاد المول فانا عندي هاد المول كبيبر يعني فيه كيمياتي هس كيمية تبارك الله فإلا كنا عندكم مول اصغر فرا غا تخرج لكم كيميا وفيرة فغادي نعمل في اللي مول ديالنا هكا قياسات ديال هاد شكلات او هاد الخالد كان حاولو نعملو كيميا لكون مقادة باش جينا الحلوة فاش كنبغيو نحن نقدموها كتجينا مقادة مبعد كان ضربو المول مزيان باش يطلعو دوك الفقاعات لي كيكونوا لداخل في المول باش ميكونوش عنا الخوة في الحلوة لداخل وكان نحيدوهم هكا كنتقبوهم باش ميبقاش احكا دائما نضربو بالمول باش كتشد الحلوة ديتنا البلاسة ديالها وآآ كتكون عنا مزيانة هنا هنوضع هاد الخالد هادا او هاد المول هادا على جنب ونجيب مول اخر اختارت كذلك هاد الوريضة كذلك هنعمر فيها وبالنسبة لهاد الحلوة فمبعد ما كتعمروا لي مول ديالكم فكتدخلوهم لتلاجة او للمجمد انا هنا باش ميبقاش عندي مدة طويلة باش نقص يعني باش نقدمها لكم فدخلتها مباشرة للمجمد لمدة ديال 30 دقيقة لقيتها جمدات فعلى حسب دائما الوقت ووش الجو بارد وللا المهم خليوها حتى كي يجمد هادا كالشوكولا كارها كي يجمد في الاول كي يبلكم جامد فمزيان يعني بغينا احنا يجمد باش كننزولوه من المول بكل سهولة حيث من بعد مني كتقدموها كتبقى حلي وشدة فرصة ولكني لا عديتوها فرا ما كتكونش قصحة بحالشوكولات وانما كتكون معلكة ورائعة كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها طريقة اللي يعني مبسطة جدا وسهلة بزاف وما كتحتاج مقادير لي بسيطة انتوما فهنا من بعد ما دخلتها جمدات كي مشتو فهانتوما فرا كتزول بكل سهولة كتجي ولا ارواح سهلة وبسيطة يعني كتبقى لكم ان شاء الله تجربة حيث ما داقها سراحتان كتجي جد رائعة وراقية ويعني ما تشبعوش منها فهانتوما فمن بعد ما كزولتها من المول دينا فهدي نعمر هديك الحفيرة هنا غير بنسلي كغامل فهد نسلي كغامل فمحضر في البيت دي كشي لاشته اللون ديالو شوية خفيف لانني ما محمرتوش بزاف فالطريقة ديالو المقادير فعملهم في القناة هنحطهم لكم تحت لا فيديو صندوق الوصف هنعمر هاد الحفيرة هتعدو بالنسلي وغادي كذلك نزينهم بهاد النجارة ديال الشوكولة اختاريت نزينهم بهاد الشكل هدا فالزين كي بقى اختياري ممكن تزينوها بخطوط من الشوكولة كذلك انا فقط هدا يعني اختاريت نزينهم بحال هات الشكل بطريقة لي بسيطة هنحاول نعمر هادوك الحفيرات بهاد النجارة ديال الشكلت را ها متوفرة بالنسبة الاخوات اللي غاي سولوني عليها را ها متوفرة عند اه يعني الناس اللي كي بيعوا لوازم الحلويات را كينا في الالوان كينا في اللون الكاراميل كينا اللون النكهة يعني را فانا كهات كيفا را همتوفرة وكذلك هادي كتكون مخلطة يعني كتخلطو النكهات بثلاثة فدائما القواغتات اللي كان عملو فيهم الحلوة اولا لون بوغت قاتو فكينا اخدو فيهم شوية ديال هاد الكاراميل اولا نسلي كاراميل باش كتبت لنا الحلوة وما كتبقاش تلعب لنا في هدا في البلاتو وكان اللي اخدوها الحلوة كياخدها بالقوية غايت ديالها يعني كتكون شادة في راسها حلاكا وكان نكمل تزين ديالها على هاد الشكل هدا وهدي نقدمها لكم ان شاء الله كيما اشتوا معاييرها طريقة سهلة بلا قياس فكان نقترح عليكم وكان قدم لكم هاد الحلوة اللي يجد تبسيطة وسهلة في التحذير ولي كان تمنى انكم ان شاء الله تجربوها انها كتستاهل تجربة سهلة وبسيطة وكذلك راقية ممكن يعني تقدموها كذلك مع الحلويات يعني تحطوها هكا مع الحلويات كذلك ترفقوها مع الحلويات الجافة كتجي رائعة وراقية وممكن كذلك تحضروها في المناسبات سهلة في التحذير وما كتحتاج يعني مقادر لكتار او لمقادر لغالين فممكن هنا اللي بغيت انها تعود لكوكو باللوز ممكن انكم تعودوا لكوكو باللوز اكيد فقط حمروا اللوز ممكن تعملوه بقشرتو او لبيضون قشر كيبقى لكم الاختيار في ذلك بالنسبة لبيسكويت عدت لكم نصيحة ديالو يعني ضروري يكون ما يكونش حلو بزاف فما بقى لي إلا نقول لكم إلى وصفة مقبلة بإذن الله كانت معكم أوم شمس وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر